مساء الخير أعزائي المشاهدين معاكو دكتور أحمد البربري استشاري أبراد القلب طبعا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى دي حقيقة أن الصحة دي شيء مهم جدا عشان كده دايما بنطلع نوعي السادة المشاهدين إزاي يعتني بصحيتهم ما زلت عند انحيازي للقلب إن القلب أهم معضو في جسم الإنسان وهو المسؤول الأول والأخير عن الحياة الحياة من العدم هو الفرق لو القلب وقف بنبقى مش موجودين لو القلب مستمر بنبقى موجودين القلب والأوعية الدموية بيمشي فيهم الدم الدم ده بيمشي فيهم في الدورة الدموية عشان يغزي الجسم كله بالمواد الغذائية ويخلص الأنسجة والخلايا من الفضلات فدلوقتي إحنا الحقيقة عشان الدم يمشي في الأوعية الدموية الأوعية الدموية اللي هي الشرايين واللي هي الشعيرات الدموية والأوردة لازم بيمشي بقوة ضغط يعني إيه قوة ضغط؟ تعالوا نتخيل إن فيه شوية سائل موجودين في أمبوبة أو كده السائل ده مش هيتحرك من مكان لمكان آخر إلا تحت ضغط تحت قوة هي الضغط اللي هو قوة على المساحة فالقوة اللي بتزوء الدم فيه الوعاء الدموي لازم يبقى فيه قوة مستمرة عشان الدم يستمر فيه السرايين من نقطة لنقطة يعني مثلا لو دي نقطة ودي نقطة لازم الدم عشان يتنقل من هنا لهنا لازم يبقى فيه قوة وهكذا ولازم يبقى الضغط في النقطة السابقة اللي بعدها تبقى أقل فأقل فأقل وتمشي دايما الدم تحت ضغط مستمر متواصل يبقى ضغط الدم ده الحكمة منه يعني انه هو عشان يستمر سرايان الدم بصورة مثالية او بصورة تحقق الهدف منها في انه هو استمرار التغذية واستمرار الحياة ضغط الدم ده المفروض له ارقام مثالية دايما احنا في العوام او في العادي او في المنتشر ان احنا نقول ان ضغط الدم هو 120 على 80 مليمتر زقبك اللي هو فيه المية وعشرين اللي فوق دي بتبقى اسمها ضغط الدم الانكباضي ودي تقمع انكباض القلب وضغط الدم الانبساطي مع انبساط القلب بتبقى 80 هو طبعا فيه رينج لارقام ضغط الدم يعني احنا لما نيجي نقول ضغط الدم هو الانكباضي من 110 ل139 ده طبيعي وضغط الدم الانبساطي من 70 ل89 ده طبيعي طيب ضغط الدم اولا هو لوعلي اول حاجة ايه اسباب ان ضغط الدم يبقى عالي ضغط الدم عشان يبقى عالي يا اما فيه نوعين من امراض ضغط الدم او من اسباب ضغط الدم فيه نوع اسمه الاولي والنوع اسمه الثانوي النوع الثانوي هو الاقل انتشارا وهو الاقل في وجوده وده بيكون نتيجة مرض المرض ده هو اللي ادى لارتفاع ضغط الدم طيب لو هو المرض ده اتعالج ضغط الدم بيرجع سليم اشهر اسباب الثانوية اللي بتسبب ضغط الدم هي امراض الكلة وامراض الشريان الكلوي وايه كمان مشهور حاجة اسمها الحمل اللي هو ضغط الدم اللي بيرتفع مع الحمل طيب دي كلها لو الامور الزبطت ممكن ضغط الدم يبقى سليم تمام فيه اسباب اخرى وكثيرة طيب فيه بقى ضغط الدم الاولي اللي هو منتشر جدا بين العالم كله وفي مصر وبيننا وفي كل مكان وبيمثل حوالي 25 يعني من 20 ل 30% من الناس كلها عندها ارتفاع في ضغط الدم اللي هو اسمه الاولي ضغط الدم الاولي مش له سبب مباشر ملوش سبب مباشر بيبقى هو بيتسبب فيه جزء منه الضغوط النفسية وجزء منه الخلقة الانسان او القابلية بتاع الانسان انه هو ضغطه يعلى او ما يعلاش وبيبقى فيه يعني جزء من البيئة وجزء من التركيبة الانسان نفسه اهم سبب في ضغط اللي هو الاولي او اهم مش سبب اهم مشارك هو الضغوط النفسية يعني الضغوط النفسية بتعلي ضغط الدم طيب ارتفاع ضغط الدم ده انا باعتبره زي خلل وليس مرض يعني هو كراءة ضغط دم عالية كراءة ضغط الدم العالية بتعني ايه؟ كراءة اولا ربنا سبحانه وتعالى خلق الضغط متغير يعني الضغط ممكن يبقى اثناء خناء او كده يوصل ل180 اللي هو الضغط الانقباضي وليس عليه غبار ليه؟ لانه هو بيحاول يمشي الدورة الدموية اسرع عشان يمد الجسم باحتياجات اكسجين اكتر نتيجة الحركة الاكتر او نتيجة بزل مجهود اكبر من جري او خناء او حرب او خلافه طيب ضغط الدم ده لما هو بيعلى ده مجرد رقم ممكن يبقى له اعراض وممكن ما يبقاش له اذا ما بقلوش اعراض ده اخطر لانه ببقى وقتها اسمه القاتل الصامت يعني هيقوم بمضاعفاته دون التعبير عن الاعراض اعراض ارتفاع ضغط الدم هي صداع في مؤخرة الرأس ممكن طنين في الازن او زغلالة في العين فيه ناس كتير جدا ضغطها ممكن يعلى وهي مش حاسة وده اخطر ضغط الدم عشان اقول ان هذا الشخص عنده ارتفاع ضغط دم له قواعد اولا ان انا اكون بقيص قياس ضغط الدم ثلاث مرات في اوقات مختلفة وما يكونش فيهم الانسان بازل مجهود او بيدخن او انه هو يكون مثلا لسه طلع سلم او نازل سلم او عمل مجهود كبير بعد ما ايص ضغط الدم واعرف انه هو عالي بصورة كذا احب السادة المشاهدين يعرفوا ان ضغط الدم اولا هو خلل مش بيروح الا لو الدكتور قالك الارتفاع ضغط الدم ده بيبقى شيء مستمر معاك مش بيروح حتى اللي ضغطه ارتفع فترة وقال شوية ممكن يرتفع تاني او عنده قابلية اكتر من الناس العادية انه يرتفع تاني فلازم يبقى متابع عشان انا الفت نظرك لأهمية ضغط الدم ان انا اقولك ان ضغط الدم له مضعفات على كل اجزاء الجسم كل اعضاء الجسم مثلا في المخ ممكن يعمل لو ضغط الدم عالي قوي ممكن يعمل نزيف في المخ ولك انت تخيل ما هو النزيف في المخ وما هي اعراضه واللي بيؤدي اليه وان واحد يبقى مجرد واحد كان ممكن عايش طبيعي جدا بدون معاناة فقط بياخد قرص ضغط انه هو اهمل اهمل في زيارة الطبيب اهمل انه اخدش العلاج اهمل في عدم ادراكه وعدم معرفته بقواعد كتيرة ان الضغط الدم مش مجرد دوة باخده علبة ويخلص او ان انا باخده يومين لغاية ما الصداع وارميه العلاج لا فكل ده لازم حضرتك وانت بتسمعني تبقى وانت بتاخد علاج الضغط بتاعك او لما بتعرف ان عندك ضغط بالقواعد لازم تاخد بالك ان انا باخد العلاج ده عشان ما يحصل ليش مضاعفات يعني انت حضرتك كم مرة سمعت او شفت ان في حد عنده نزيف في المخ نزيف في المخ له اسباب اخرى غير ارتفاع ضغط الدم كم في المية من ارتفاع ضغط الدم وايه رأيك في المريض اللي جاله النزيف في المخ وايه رأيك فيه يعني انت تحب تبقى كده اكيد لا هل كان ممكن الوقاية ايوة لو انت تعلم ان هو فيه نسبة من النزيف في المخ دي بتسبب بارتفاع ضغط الدم الغير مسيطر عليه او الشديد تاخد بالك تاخد بالك من علاجك تاخد بالك من نصائح اللي الدكتور بيقولها تاخد بالك من حاجات كتير ايه تاني ارتفاع ضغط الدم بيعملو كمضاعفات ممكن يعمل تضخم في عضلة القلب والتضخم ده بيقلب في الاخر حاجة اسمها ترهل وضعف في عضلة القلب وبدل ما كنت انت فقط عندك ضغط وبتاخد ارسل الضغط لا ده انت بقى عندك القلب وعندك ضعف في العضلة وبتاخد علاج القلب وهبطان طب ايه تاني ممكن يعمل تخيل انا اعرف ناس هو اول عرض لمرض ارتفاع ضغط الدم هو مضاعفات في الكلة ويبقى اسمها فشل كلوي بدرجات لغاية ما يوصل لغسيل كلوي تخيل برضو هاعد اقول نفس الجملة انا عشان احذرك او عشان احذر مريض الضغط وفي نفس الوقت ما يخافش يعني قلت الحل سهل بس نلتزم به يعني انا لو خدت علاجي في المزبوط وبتابع الضغط على اوقات معتبرة واوقات معينة مثلا لو هو مزبوط يبقى هائيس مرة كل اسبوعين كل شهر يبقى كده انا هحمي نفسي من الحاجات دي كلها ضغط الدم بيأثر على الشبكية ضغط الدم ده بيأثر على حاجات كتير يعني ممكن يعمل انسلاخ في الاورطة وده مرة خطير جدا يبقى احنا لازم نعلم ان ضغط الدم ده حاجة نحترمها جدا نحترمها ليه لانها ممكن تؤدي الى مشاكل نحن وفي غنى عنها طيب ازاي انا اشخص ارتفاع ضغط الدم قلت عن طريق ان انا بقيس ضغط الدم ثلاث مرات في ثلاث اوقات مختلفة والانسان شروط معينة يكون مرتاح مش بيدخن بقاله على الاقل نصف ساعة مش شارب دخان مش شارب قهوة مش طالع سلم مش بيجري طيب في حاجات لطيفة في هذا الامر عند قياس ضغط الدم قياس ضغط الدم بيجي لي مرة كتير يسألوني اقس بالجهاز الزئباكي ولا الجهاز الديجيتال الحقيقة مما يعني الجهازين كويسين طالما سلام يعني ممكن جهاز الزئباكي يبقى بايز فهو بايز وممكن جهاز ديجيتال بايز يبقى بايز وممكن جهاز الدجيتال سليم خلاص وممكن جهاز ضغط الدم الزئباكي سليم خلاص يؤدي الغرض طيب هل في ناس لما بتشوف الدكتور بتتوتر تخاف فضغطها بيعلى وده اسمه white coat hypertension white coat hypertension ان المريض لما بيشوف الدكتور ضغطه بيعلى علوه غير حقيقي يعني هو مجرد ما يمشي من عند الدكتور يبقى ضغطه كواس جدا فده عملوله حل ايه هو الحل؟ جهاز ضغط محمول بيقيص الضغط 24 ساعة والمريد في البيت بيفاجأ الدكتور او بيفاجأ المريد اللي كان عند الدكتور ضغطه عالي لما روح البيت قعد 24 ساعة كاملين ضغطه معليش خالص فده مجرد يطمئن وياخد مهدئ فيه العكس ان المريد لما يشوف الدكتور يطمئن فضغطه يبقى مزبوط وروح البيت الضغط يبقى عالي ده هياخد علاج للضغط طيب ايه هو علاج ارتفاع ضغط الدم هنا احب اقول ايه كذا حاجة عشان السادة المشاهدين والسادة المرضى والسادة اللي هم اصدقائنا كلهم من مرضى ارتفاع ضغط الدم بالمناسبة يعني انا الضغط الدم المرتفع مش مرض لكن هيعمل مرض هيعمل مرض يعني هو في نفسه انت لو بتاخد قرص للضغط او منع الملح او بتتمشى او 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 محافظة على صحتك ده مش عيب لكن المشكلة انه هو لما يعمل مشكلة طيب اه 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 احد المرضى اه مرة بعتلي على الوسائل التواصل الابتماعي بيقول لي ما هو علاج ارتفاع ضغط الدم الحقيقة انا يعني انا معرفتش ارد عليه لان انا علاج ارتفاع ضغط الدم ده محتاج محاضرات كثيرة جدا وحلقات كثيرة جدا وكلام كثير جدا هو متخيل ان ارتفاع ضغط الدم يساوي سين لا 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 فنحب نقول بالراحة ارتفاع علاج ارتفاع ضغط الدم علاج ارتفاع ضغط الدم موجود في المراجع وفي المرشدات ان هو بيبقى تيلورد لكل مريض بيفصل لكل من مريض لمريض يعني مفيش حاجة اسمها علاج ضغط الدم سين كل دي خشيلي ضغط دم عالي سين ضغط دم عالي شديد سين زا اتصاد لا مفيش الكلام ده ضغط الدم ده بفيه شغل كتير جدا وهو بسيط بس لازم بيكون فيه حكمة من الطبيب وهو بيصف خطة العلاج علاج ارتفاع ضغط الدم ممكن ما يبقاش علاج دوائي ممكن مش هدي دواء خالص ولا حاجة لانا مجرد المريض ده هقول له اطمئن المريض ده هقول له امنع الملح المريض ده هقول له اتمشى المريض ده هقول له ما تخافش وهو ضغطه هيضبط لوحده لو هو ضغط من النوع من الدرجة البسيطة يعني فيه ضغط الدم بينقسم الى درجة بسيطة ومتوسطة وشديدة طيب لو ضغط الدم انا مرست الرياضة وقللت وضغط في الوزن كل ده بحاول ان انا ازبط المريض اللي قدامي قدرا مستطاع ما استجبش لهذا الامر ببدأ اكتب ادوية ادوية ارتفاع ضغط الدم دول كذا هنقول كذا عائلة من عائلات الادوية عائلات الادوية دي في منها كل عائلة بتاحتها كذا جنريشن يعني كذا يعني ايه يعني حاجات قديمة ثم حاجات تانية بتبقى احدث فاحدث فاحدث كل حاجة بتطلع بتحل المشكلة اللي قبلها او بتحل المشكلة كان الدول اللي قبلها مش بيحلوا العائلات بتاعة ارتفاع ضغط الدم في حاجات اللي هي اسمها مثلا اللي هي مجموعة مجموعات مصبتات البيتا مصبتات الكالسيوم اللي هي غوالق الانجوتنسين انزيم اسمه الانجوتنسين مجموعات متعددة ومدرات البول دي مجموعة مجموعات بتقفل اللي هو اللي هو الامداد العصبي السنبساوي او السنبساتك فهي الادوية دي مش كلها شيء واحد مش كلها شيء واحد واعتقد ان السادة المشاهدين او المرضى ما يهمهمش اوي هو الفرق بندهو ده الا اذا كان مهتم عايز يعرق يعني هو في الاخر الطبيب اللي بيختار بناءا على الحال لكن في احيان كثيرة المريض بيحتاج بعض الثقافة الطبية عشان يقتنع وعشان ما يقعش في الاخطاء اللي بنشوفها كل يوم وبتؤدي الى مضاعفات خطيرة ارتفاع ارتفاع ضغط الدم ده بيقدي لزيادة نسبة الزبحة والشرين التاجية والجلطات القلب وجلطات الدماغ فهنا بنحاول نبسط المعلومة عشان في الاخر مش المريض يستخدمها لنفسه لا عشان يعرف ايه يعمله يفيده وامتى يتجه للطبيب ومايدخلش نفسه في ايه ويدخل نفسه في دور لحضرتك كمريض او كمشاهد وفي دور للطبيب الدور للحضرتك انك بتتبع تعليمات الطبيب كثير من المرضى بيحب اوي يجيب البامفلت اللي هي الورقة الموجودة في علبة الدواء ويقراها وبيفاجأ او مش بيفاجأ ومعادش بيفاجهني انا شخصيا لانه هو ده متكرر ان المريض بيحب اوي يقرأ الاثار الجانبية والاثار الجانبية بتبقى يعني اكيد اثار غير مستحبة يعني اكيد اثار وحشة اثار يعني تأثيرها وحش فيقوم ما ياخدش الدواء يجيلي بعد اسبوعين بمضاعفات او مثلا خد الدواء اسبوع وبعد كده ارى البامفلت دي فارى ان لها مضاعفات جانبية سيئة فقال لك وقف العلاج وجالي هو بقى بمضاعفات من الضغط الدم فانا يعني اعتقد ان انا بحاول اوضح ده قدر المستطاع كلما اوتيحت لها الفرصة ان الاثار الجانبية ليست ليست نسبتها قليلة ولو هي حدست كتير الدواء يقف ولو حدست بنسبة القليلة دي بنوقف الدواء فورا بس مين اللي بيقول كده الطبيب وانت كمريض ما ينفعش ابدا انك متاخدش الدواء درقا للأثار الجانبية يعني لو الأثر الحميد اللي هو المطلوب اللي هو الافكت اللي هو التأثير بنسبة 90% الدواء هيشفي هذا الامر بنسبة 10% بنسبة الأثار الجانبية بتقى بنسبة مص في المية 1 من 10% فمش معقول عشان 1 من 10% حضرتك هتمنع الدواء وتقوم داخل في مضاعفات بعد الشهر اللي جيلك نزيف في المخ فلازم ده انا بسترس عليه جدا وبوضحه جدا وقاصد هذا عشان السادة المرضى اللي بيجولي ما بياخدوه العلاج عشان ارى ان الاثار الجانبي موجود ده حاجة الحقيقة انا بقولها مرارا وتكرارا مش معقول لما انت تقرى الاثار الجانبية توقف العلاج انت اللي قضي فيه دكتور الا اذا ان مثلا الدكتور قالك لا ده ده اثر جانبي والدكتور بيبقى عنده خبرة في التكرار او نسب حدوث هذه الاثار الجانبية وايه خطرتها وايه اللي يوقف مفهوم عند بعض المرضى ان هو بياخد علاج الضغط علبة او اسبوعين او شه ويوقفه ويتخيل ان لما الضغط الزبط ان الضغط خلاص راح فهو هيوقف العلاج والضغط يفضل مضبوط ده برضو فكرة خاطئة ليه هي فكرة خاطئة الفكرة الخاطئة دي الضغط ده خلل في عوامل المؤثرة والمتحكبة في ضبط ضغط الدم العوامل دي لو هي زي ما اتفقنا في ارتفاع الضغط الثانوي لو الضبط السبب اللي هو قد للضغط الدنيا تبقى كويس لكن ارتفاع الضغط اللي هو الاولي او الاسسينشيال ده اللي هو البرامر هايبرتنشل العوامل دي مفيش عوامل اصل ده هي بيبقى حاجة في الخلقة مع اسمها البيئة المحيطة مع التوترات والضغوط النفسية فهو حتى بيوصل لمرحلة لا مش بينزل فانت حضرتك بتاخد الدواء ما توقفوش ولا تغيرو الا لما الدكتور يقول لك ما توقفوش ولا تغيرو الا لما الدكتور يقول لك ومش تروح تغيب سنة وتقول للدكتور اصل انا الدواء ما قستش الضغط طول السنة دي او ان انا حصل لا لا لازم بيقى فيه متابعة لازم تمشي على علاجك بلاقي وبقول معدتش بفاجأ من كتر ما بشوف الامور دي ناس متعلمة ومثقفة وممكن تكون معاه الدكتور بيقول لك انا هاخد دواء الضغط طول عمري السؤال ده هو بيقول طبعا يعني بحسرة او كده يعني مناخدش الموضوع اوي كده ناخدها بالراحة كده وانسيبها لله وناخد الدواء الدكتور قال لنا خدوه خدوه ما تاخدوه يزود ربع ارس يزود نص ارس يزود كم ملي يزود دواء مع الدواء يغير الصنف خالص خدوه ببساطة تتابع الضغط تتابع الضغط تتابع الضغط طيب يبقى احنا اتكلمنا في مفاهيم احنا انا عايز اغيرها عند الكثير من الناس عند الكثير من الناس ادوية الضغط مش مجرد صنف واحد يعني فيه حد برضو يجي يقول لي انا باخد دواء الضغط وما فيش فايدة والجملة دي بقى اسمها كتير ادوية الضغط اصناف متعددة وفيه منها اللي هو اسمه المناسب المناسب تبقى لشدة المرض وتبقى لحاجة اسمها الامراض المصاحبة اسمها الامراض المصاحبة لارتفاع ضغط الدم يعني مثلا فيه انا عشان المريض يجي يقول لي انا باخد العلاج وما فيش فايدة فيه هنا الدكتور لما يجي يقول كده يقولها امتى فيه حاجة اسمها resistant hyper tension الضغط اللي مقاوم اللي مش بينزل امتى الدكتور يقول على ضغط ضغط مش بينزل معايا الاستاذ نصر من اسماعيلية هنسمعه وبعد كده نرجع للسؤال ده اهلو ايوه محضراتك انت استاذ نصر ولا لا بابا هو ماشي ايوه التعليمتي اللي بتكلم لك يا دكتور فقراسي يا سوز نصر سمعليك يا دكتور اهلا اهلا وعليكم السلام بقا انا انا يا دكتور عند الضغط ورجل بتورم ايوه ايه السؤال اه بتورم كده انا ببحطي ايدا عليها كده بستك اكن يعني يعني مغضي صادق بيخش في اللحبة كده انت عندك كم سنة يا سوز نصر عندي ستة وخلسين سنة بتاخد علاجات تانية غير الضغط لا هو الضغط اللي هو العلبة الحامرة كده برشام احمر كده دكتور كان كتابهولي طب انت بتتمشى وكده ولا انت قاعد رائد في السرير اه لا بامشي يعني شغال وصحيتك كويسة وراح جاني رجل بتورم ما ضغط لا ما هو مش لونه اه طب انا عايز اسألك سؤال طب اسمعني يا سوز نصر الرجلين ده اللي هو يبقى فيه مية في الرجلين اسمها اديمة بقى فيه مية في الرجلين دي لها كذا سبب لها كذا سبب ايه علاقة تورم الرجلين بالضغط ان فيه ادوية اسمها مصبتات مغلقات الكالسيوم دي ممكن تعمل ورم في الرجلين والورم ده ورم مش ضار اذا كنت انت مرتاح على هذا العلاج ومش مزعلك فهو مش ضار مش ضار فممكن حضرتك تستمر عليه او لو هو مزعلك تغير الدوة ده اسمها مغلقات الكالسيوم اسمها العلمي مثلا ااملو دبن او فيرباميل او التيازيم التلاتة دول العيلة دول بيعملوا تورمات في الصاق ايه تاني اسبب تورمات الصاق حضرتك لو بطقف كتير شوية لو انت مثلا مدرس لو انت مكواجي لو انت بيبقى فيه حاجة اسمها اورسوستاتيك من كتر الوقفة من كتر الوقفة الماء الدم اللي صاعد من الاوردت الصاق بيقف شوية فبيبدأ يعمل يرشح شوية مية في الصاق تحت فيه اسباب تانية ممكن يبقى عندك كلا وما تعرفش اكشف يعني مش هتحلل ممكن يبقى فيه نقص في القلب بس بتحضيرك بتقول انت كويس فانا اعتقد ان الامر بسيط وبرضه مش تخسر حاجة لو حللت كلا وكب وممكن تفحص القلب يعني مش هتخسر حاجة وتراجع دوت ضغط بتاع تحت امرك يا سيد ناصر المريض اللي بيجي يقول لي انا باخد دوت ضغط وما فيش فايدة غالبا مش بيبقى بيعبر بصورة علمية هو بيقول اللي بيخطر على باله يعني هو بياخد دوت ايا كان ضعيف نص نص قوي بيقول هنا بقى ايه هنا انا عايز اقول الدكتور قبل ما يقول المريض ده عنده ارتفاع في ضغط الدم سوري عنده ان ضغط الدم ما بيتضبطش ان هو لازم يكون بيد على الاقل ثلاث اصناف بالجرعات القصوى جرعات القصوى المعلومة بالنسبان ويكون من خلالهم برضو مدر للبول ويكون المريض بياخد الدواء ده وبالرغم من ذلك ما بيتضبطش الضغط ده عشان اقول الضغط ما بيتضبطش مش المريض يكون بياخد علاج لضغط اسمه ضغط بسيط وهو وحتى انت لما انت تقول مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة ضغطك ما بينزلش يازم تقول ان شاء الله كله خير معانا الاستاذة امط الله من الجيزة اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك دكتور طمعت دكتور انا عندي 8 سنة وعندي ضغط بس مش عندي اي حاجة عملت جميع التحليل وكل حاجة كل الدنيا تمام ومضبوطة عندك ضغط من صغرك ولا من ايام الحمل بس لا حملي حصل معايا كان زرف كده بعض من اولاجي توفى والكلام ده كان ضغط نفس نفس يعني زعله كده ارتفاع ضغط الدم بتاعك من سن كم سنة كان عندي 26 سنة يبقى له سنتين يعني اه هل كان عيلي وانت حامل ولا ما كانش لو لقب الحمل لا 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 ما كنتش حامل ولا حاجة بعد ما فقدت ابني ففجأة كده اصداع وسعب فبقيته لقيته 140 عالمية اه واخدت له علاج ولا بس هدتي نفسك لا حاولت اهدف نفسي ما بدش ينزل فاخدت ألدوميت اي بعد ألدوميت ما ما جاء في وقت بعد ما كنتش حامل يا استاذة امات الله اه ما كنتش حامل ايش معنا ألدومت يعني يعني ما كنتش حامل لا ما كنتش حامل بس كنت يعني كنت بخطت لحامل وخد عشان اه 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 فهو الدكتور اي يعني بيديك حاجة عشان اسنتي اه لو حملت بيقاش فيه مشكلة ماشي اي موقع كده وماشي على ألدوميت تلات مرات ولا قد ايه اه كنت باخد اتنين صبح واتنين ليل حتى في الحمل وكده بس بعد الحمل وكده جيت غيرته خدت فازو نورم اه انا ماشي عني لغة دلوقتي اه 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 طب ضغطك دلوقتي مظبوط؟ الحمد لله مظبوط بالعلاج اه بالعلاج بس انا يعني انا مانديش حاجة تعالي الضغط فانا مش عارفة أسيبه ولا أعمل لا 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 ما احنا اتفقنا ان في حاجة اسمها الضغط الاولي مش لازم يقالوه سبب وانا زي ما اتناقشت معاكي انت ضغطك مش نتيجة الحمل يعني انت ضغطك كان عالي قبل الحمل نتيجة التوترات فانت اه 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 ضغط ما فيش مشكلة هو طبعا الضغط بيجي في سنة اكبر من سنة شوية لكن ما فيش ما يمنع ان يجي في سنة حضرتك خير احنا بس بنمشي على العلاج انت الضغطي عندك ولاد ايه عندك كامل عندك ثلاث اولاد طب الحمد لله تمام يعني انت تاخدي علاجك براحتك خالص ما تقلقيش تمشي على العلاج وتتبعي افرد انت بتتبعي مع الدكتور قالك وقف العلاج هتوقفيه هتزوديه هتزوديه هتغير الجرعة هتغيريها طبقا لنبضات القلب والضغط وكده ما عليش طب انا يعني لو حبلت تاني يعني وكده يعني عامل ايه اخد ايه فيش مشكلة خالص اولا انت عندك ثلاث اولاد ماشي يعني عايز تحملي رابع مرة براحتك فيه ادوية بتاخد في الحملة وبتبقى سيف على الجنين وعليك يعني ده حاجة بسيطة بس طبعا فيه ادوية للضغط بتعمل تأثيرات مش كويسة على الجنين فلا والادوية اللي هي كويسة معروفة ودكتور كويسة يكتبها لك والدنيا كويسة ما تخافيش خاص طيب بالنسبة لفضل نوربي يا دكتور هو مش مدر طيب مع طول الوقت وكده لا بدل ضغطك مزبط ومعندكيش حاجة يعني برضو انا من ضمن الحاجات اللي بعملها لامتابعة ضغط الدم بحلل دايما كلا لان ساعات ادفع ضغط الدم بيأثر على الكلا او الكلا بتؤثر على ضغط الدم فانا في المتابعات بحلل كلا من غير مشاكل من غير حاجة ممكن نعمل نعمل رأس مقلب اشوف فيه تضخم في عضلة من سنة يا دكتور عملتي انزمات كلا وكبدو كل الحمد لله كل سنتين كل سنة مفيش مشكلة بدل هي سليمة بس مش هنخسر حاجة كل من حين وحين نحلل كلا نشوف الدنيا ماشية ازاي ودوة ضغط بتاعك ممكن يتغير بس مش انت اللي تغيري اللي هيغيره الدكتور تبقى للي شافه تبقى لكياس ضغط تبقى لكياس نبض القلب تبقى لحالتك العامة تبقى للمحيطات بيكي ممكن انت مثلا كنت متضايقة جدا فكان ضغطك مثلا في الدرجة اللي هي القصوى بعد ما هديتي بدل ما يبقى سيفير بدل ما يبقى اللي هو الضغط الشديد يبقى ضغط متوسط فالعلاج بدل ما هو علاج لضغط شديد يبقى للاج لضغط متوسط وهكذا فعشان كيا بدل المتابعة مهمة وبرضو الهدوء مهم وان انت مطمئنة وتعلمي ان علاج ضغطك انت تتابعي ما بيقفش الدكتور ممكن يوقفه بس لكن او يقلله او يزوده من اللي بقول الطبيب كان فيه برضو حاجة احب الفة نظر السادة المشاهدين لها بشوفها برضو كتير جدا بتعرض لها مريض ياخد العلاج ما يجيبش نتيجة تزود له يعني ضغط يبقى عالي تزود له علاج ضغط يوض الحقيقة دي بقابلها كتير مش كتير قوي يعني مش بس هي يعني كذا شكوى يجيلي انا ضغطي مش مزبوط زودت العلاج ضغط يوضي وبيبدأ انه بياخد كذا صنف وفيه اصناف اللي هي بتشتغل فترات طويلة وفترات اقل هو اهم حاجة في الامر ده لما بشوفه احب اول حاجة المريض يطمئن لانه لو ما اطمئنش ان التوتر نفسه هو بيقعد يزود وينقص المريض ما يقسش الضغط فيه مرضى بيقسه الضغط نفسهم عشرين مرة في اليوم وفيه مرضى بيقسه ثلاثة اربعة في اليوم طبعا كياس الضغط المتوالي او الكتير اكتر من اللزوم ده غلط لانه بيوترك وما بيخلكش مرتاح المريض يطمئن ويعلم ان ده امر وارد وبيحدث ان الضغط ساعات بيطلع وينزل ما نقلقش لان القلق هيزود هذا الامر اكتر وهو بيزبط مع شوية هدوء ومع زبط العلاج على الصورة ان انا مش هوطي ما وقعش الضغط بس هو تبقى حضرتك ياللي ممكن يحصل لك كده تبقى مطمئن وعارف ان ده مش بدعة ولا يعني مش انت الوحدة كل كده لا فيه ناس في نفس القصة دي الضغط بشوفه ينزل ويقل تزود لنص قرص تلاقي الضغط قلق تلاقيه شلطه علي قوي لا فبنظبط الدنيا وبنطول بالنا وان شاء الله بيحصلش مضعفات طالما انت واخد بالك والطبيب بتاعك واخد باله بنبقى احنا بس وقت بمكن ان دي مهدق ممكن ازود القرص معين ممكن اشوف كده 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 وبرضه عايز اقول حاجة ان علاج الضغط لابد فيه من المتابعة يعني فيه مجموعة او عائلة من ادوية الضغط اللي اسمها الاسي انهيبتور اللي هو بتقفل انزيم اسمه الانجيوتنسين او الانجيوتنسينوجين ده القرص بتاعه بتديه لعيان ممكن يزبط الضغط وبعد ما كان عنده اصداع ووشه وصهدان وضربات القلب سريعة وحاس نواس ترزد وكده يبقى جميل جدا ويدعيلك واحد تاني تديره نفس القرص بالزبط بيجي له كحة اسمها درايكاف كحة ناشفة ومزهقه ومطهقه ويدعليك هو هنا الحقيقة الدكتور لم يخطئ لكن ده اسمه استجابة الجسم وهنا برضه عشان نعرف ان كل حاجة باذن الله سبحانه وتعالى يعني كل حاجة باذن الله يعني انا قديت القرص لنفس شكل المريض او لنفس ظروف المريض اتنين مرضى زي بع نفس السن نفس العوامل المحيطة نفس 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 ده ارتاح وده مرتاحش عشان استجابة الجسم نفسه لان فيه فروق بين جسم وجسم معي الاستاذ اهاب من القاهرة استاذ اهاب هلو ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا دكتور تمام الحمد لله سامن طايف رمضان كريم يا سيدي الله يخليك الله اكبر بقول لحضرتك الناس وقالين بس عند حضرتك ايوه دلوقتي حضرتك هل في علاج شكري بالسكر نهائي لما بيقولوا ده اول سؤال اه تاني سؤال عمليت تحويل المطار انا عندي 47 سنة اي اه هل تنفع لي بس انا مش تخلين يعني انا مش تخل الدرجة يعني انا بيس هل عمليت تحويل المطار دي لو اتعملت هل انها بتشخي السكر نهائي او بتطلع السكر وخلص نبتس بعث ان السكر نبه دين على الاخر وباخد علاجات قد كده وبعث ما بسلمتش معاي تبتاخد علاج انسلين ولا اقراس انسلين ولا اقراس نعم بتاخد انسلين ولا اقراس لأ باخد حزرتك خمسين على الف يعني امر بسيط ليه انت مكبر الموضوع كده بس السكر عالي يا دكتور جانب الدرجة ما تزود العلاق شوية قد للدكتور بتاعك هيديك علاج زيادة تزبط الاكل تتهدي نفسك تقلل الاكل في رمضان حزة الاكل دي والله يا دكتور ما بأكل بس اه مشكلة اه ان انا عصب زيادة عن اللزوم خد مهدد خد مهدد خد مهدد يعني الامر بسيط الامر مش انت اللي تاخده يعني الطبيب بتاعك يكتب لك المناسب اه بص حضرتك هو طبعا حضرتك انا استشاري امراض قلب وعادة مويل اه فهو لكن طبعا فكرة السكر ده طبعا عندنا في القلب لانه هو من مسببات الشرايين كلها على مستوى الجسد سواء في القلب سواء في الدماغ سواء في الكلة سواء في الرجل فالسكر ده يعني عندنا السكر اللي هو النوع التاني بتاع حضرتك ده ليه انت يعني الامر مش صعب ممكن انت بتاخد علاج اقل من اللي انت محتاج لو انت زودت بس ارس زيادة ولا خمسين ملي زيادة في حاجة ولا تتا ملي زيادة في حاجة الدنيا تبقى كويسة خالق يعني متاخدش متاخدش الموضوع كده فهو حضرتك وبالنسبة لعملية تغير المصار يسأل فيها اهل الذكر بتوع التخسيس وكده المهم مرضى ضغط الدم دول انا باعتبرهمش زي ما قلت مرضى باعتبرهم فيه خلل في الضغط الخلل ده لو انت حضرتك اهتمت به نتيجة انك تعلم ما قلته انه له مضعفات خطيرة تهتم به تلتزم بالعلاج تلتزم بالتعليمات اللي هي تبقى مطمئنة البال الملح قليل تمشية تحاول تقلل الوزن تقلل الكوليسترول تقلل الاكل وتتابع مع الدكتور على الاقل مرة كل شهر والضغط مزبوط هتبقى كويس خالص وهتحمي نفسك من كل حاجة من امراض القلب المترتبة عليه من امراض الدماغ من امراض الكلة من كل الامراض دي وختاما انا عايز اقول مشكلة جائحة الكورونا ما زالت قائمة والناس مستبسطة الموضوع ارجو ان كلنا كلنا نلتزم كلنا نلتزم كلنا نلتزم وانفوق 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 الامر جلل ويعني يعني مناشا لربنا وان انت تاخد بالاسباب وكل سنة وانطيبين ورمضان كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة